بيبدأ الفيلم مع شاب اسمه جي بي وبيكون شغال في مطعم بيرجر وبيبانع لانه بيحب شغله وزميله وكلهم بيحبوهم وساعتها بتيجي نينا زملته وبتطلب منه ياخد الشفت بتاعها لان حصلها ظرف طارق ولازم تمشي فبيوافق جي بي على طول ووقت الشفت بيكون جي بي واقف بياخد طلبات العربيات مكان نينا وساعتها بيجي شابين عنصريين وبيتريعوا على جي بي لانه مكسيكي فبيرفضوا انه يساعدهم او يقدم لهم الاكل عقابا ليهم وبعدها بتيجي ليلي اخته ومعها صحابها عشان تبلغ جي بي انه لازم يكون موجود في البيت ساعة 8 عشان هيحتفل وبقبولها في جامعة كولومبيا فبتداء ساعتها جي بي لان الجامعة تكون بيد عنهم وهو متعلق جدا بليلي اخته وبالليل لما بيرجع البيت بتروح لليلي في قطه عشان تتكلم معاه لانها عارفة انه مداء انها تبعد عنه فبيعرفها جي بي انه فرحان عشان هو فخور بيها وساعتها بيلاحظ انها عملت واشمة وراودنها فبتطلب منه ليلي انه يخلي موضوع الواشمة ده السر ما بينهم عشان مامتهم هتزعلها جمت بسببه وبعدها بتتجمع عائلتهم وصحاب ليلي عشان يحتفلوا بيها وفجأة بتهجم عليهم شرطة الهجرة وبتقبض عليهم كلهم وبنعرف ان محافظ الولاية اعلن حالة الطوارئ وقرر ان يتم القبض على كل المهاجرين غير الشرعيين وبنشوف جي بي هو في الحجز مع مجموعة كبيرة من الناس وساعتها بيشوف ليلي ويقب تركب اوتوبيس مع مجموعة شباب وبنات وبيفضل يندع عليها لكنها ما بتسمعوش وبعد كم يوم بيقعد جي بي مع المحامل لمسك قضية المهاجرين وبتقولوا ان القضية ممكن تاخد شهور لحد ما المحكمة ببص فيها وتهتم بيها وبتعرض عليه ساعتها حل مؤقت وبتديله ورقة اعلان لمنظمة خاصة برعاية المسنين وبرنامج المنظمة موضيت اربع شهور واللي بينجح فيه بتسقط الدول عنه كل التهم وبيعتبره امريكي هو عيلته فبيوفق جي بي بدون تفكير عشان عايز يساعد نفسه ويساعد عيلته ومن ضمن الشباب اللي وفقوا على انضمام للمنظمة زي جي بي أم كاميلا ودي ناشطة سياسية من أم مكسيكية وكريس اللي بيعاني من قلق موزن وبيجماك اللاتيني وميجا البنت الاشتراكية من أم أرجنتينية وبيعرفهم واحد من الأمن اسمه بروس القواعد والقوانين اللي هيمشوا عليها وبيركب لهم أجازة مرأبة في رجالهم عشان اللي هيحاول يهرب منهم هيتمسك ويتعاقب وتاني يوم بيتحركوا للمنظمة وهناك ايدي بيستقبلهم مؤسس المنظمة والمسؤول عن المكان وبيعرفوا منهم لو كانوا ملتزمين وفضلوا ماشيين على القواعد هيخلصوا المدة في هدوء وهيرجعوا لحياتهم الطبيعية وبيقدم لهم سينيثيا وجيمس اللي هيكونوا مرأبين عليهم وبعدها بياخدهم جيمس وسينيثيا عشان يفرجوهم على المكان وبيوروهم حمام السباحة وبينبهوا عليهم انهم ممنوع يستخدموهم واهم حاجة ياخدوا بالهم منها هي توفير الهدوء والراحة للمسنين وبعدها بيعجي بيه والبقية على ترابيزة واحدة عشان يأكلوا لكن ساعتها بيكون كريس خايف ياكل لحمة مش عارف مصدرها وهو بيفضلوا يهزروا ويتريقوا على الوضع اللي هم فيه فبتتعصب منهم كاملة وبتقولهم انهم مش جايين رحلة ولازم يكونوا جد شوية وبعدها بيستلم كل واحد فيهم ازاي الخاص بالمكان وبيوقف جي بيه قدام واحدة من المسنين اسمها جريتا وهو مش عارف يعمل معا ايه فبتنصحهم بيجا انه يقرى لها كتاب ويسليها وفجأة بيلهاجي بيه جريتا بتقوله انه هيموت هنا فبيتصدم من كلامها وبتيجي السينيسي او جيمسي وبيخضروا جريتا بسرعة ووقت الاكل بيرفض كريستان انه يأكل وبيقول زم هيلون الشبابيك وراء ناس بترقبهم طول الوقت وبيقرر انه يحاول يهرب لانه خاف من المكان ومن كل اللي فيه لكن ساعتها بيهجم عليه بروس وما يحرس امن تاني وبيكهربوه بالساعق الكهربائي وبيخضوه معهم عشان يعقبوه وبالليل بيصحى الجبيه عشان يروح الحمام وفجأة بيلهاجي ستة مسنة اسمها ويلز بتهجم عليه وبتقوله ان فيرجل هيحرره ولازم يدور عليه وساعتها بيجي جيمس والحراس وبيمسك ويلز وتاني يوم بيجمع ايدي الكل عشان يوريهم قط المسنين اللي بيعانهم من الزهايمر وبيطلب منهم يهتموا بيهم لانهم مش مستقرين عقليا وتصرفاتهم غريبة وبعدها بيقول جيمس الجي بي ان مهمته يهتم بمسن اسم ياس فبيلاحظ جي بي ان ياس متكتف ومربوط في الكرسي وبيعرف من جيمس ان ياس بيعد اي حد بيقرب منه عشان كده قرروا يكتفوه وبيبدأ جيمس يترق على ياس فبيدق منه جي بي وبيطلب منه ما يزخرش من اي مسن الاتنين وبعدها فجأة واحد من المسنين بيهجم على جي بي وبيعضوا عدة قوية جدا لدرجة ان جي بي بيفقد الوعي بعدها ولما بيفوق بيلاه نفسه في المستشفى واخته وللي يدخل عليه فبيفرح جدا وبيكون مش مصدق انه شافها تاني لكن فجأة اخته بتبعد عنه وبتقوله انها محتاجة مساعدته وساعتها بيصحى جي بي وبيكتشف انه كان بيحلم وبتيجي ميجا وقتها تتطمن عليه وطرعاه وبعدها فوقت الاستراحة بيكون بيجماك مداء جدا عشان نوعية الاكل مش بتتغير وساعتها بتسأل كاميلة السينيسيا عن كريس فبتقولها انهم رجعوا السجن عشان يرحلوا وبعد ما بتسيبهم سينيسيا وتمشي بيقولهم بيجماك ان اللي قالته سينيسيا كدب لانه لقى بخاخة الربو الخاصة بكريس النهاردة وده معناه انه لسه موجود هنا يا امة قتل لانهم ما بيعرفش يتنفس من غير البخاخة وبليل بيروح بيجماك لقودة مسن اسمه فيليبس وبيكون معا جريتا اللي جايبها تقعد مع فيليبس عشان يتفرجوا سوا على الفيلم وبيروح بيجماك يشغل التلفزيون وفي اللحظة دي فجأة بيرفع فيليبس ايده وبيبدأ عضم ايده كله يتكسر ولما بيلاحظ بيجماك ان فيليبس مش بيرده ولا بيتحرك بيقرب منه عشان يشوفه وبيتنفس ولا لا وفجأة بيصحفيه لبسه وبيفضل يسرخ وبيهوه على الارض وبيحصله تشنجات غريبة بتخلي عضم الجسم وكله يتكسر ورقبته بتفضل تلف بطريقة مرعبة وساعتها بيكون بيجماك مصدوم ومرعوب من اللي بيشوفه وبيجري بيجماك من القضاء بسرعة وبعدها بيجمع ايده الكل وبيبلغهم انهم لقوا فيه لبس ميت ونهم بيحققوا في اسباب موته عشان يفهموا اين لحصله وبعدها بياخد ايدي جي بي عشان يوري فرجل واللي بنكتشف انها طقر البومة وبيلمح لجي بيهوه وبيثق فيه وهيكون دراعه اليمين مع الوقت زي جيمس وبعدها بيقول جيمس الجي بي انهم لازم ينسوا سوق التفاهم اللي ما بينهم عشان يعرفوا يشتغلوا سوا وساعتها بيتعمد جي بي انه يحضن جيمس بقوة عشان يسرق منه مفاتيح اجاز المراقبة لفرجليهم ولما بيجي الليل بيفتح الجي بي جهاز المراقبة لفرجليه وبيشيله وبيروح لبيج ماك وميجا وكماله عشان يشيلهم اجازاتهم وما كمان وبيقترح عليهم انهم يروحوا لحمام السباحة فبتوافق ميجا تنزل مع جي بي وبيفضلوا قاعدين في حمام السباحة الوقت طويل مع بعض وبيقربوا جدا من بعض وتاني يوم الصبح بيحكي جي بي لبيج ماك انه معجب بميجا وانهم شكلهم هيرتبطوا بيفرح بيج ماك ساعته عشانهم ووقتها بيلاحظ جي بي ان جريتا معها لعبة مصنوعة من الورق ودي نفس اللعبة اللي اخته بتحب تلعبها فبيروح لها وبيسأل عن من الشخص اللي ادعى اللعبة لكن فجأة بتهجم جريتا على جي بي وبتفضل مسك ايده بقوة فبيستغرب جدا من تصرفها معاه وبيجي جيمس وسينيثيا وبيخضروها زي كل مرة وبيرجع يقعد مع صحابهم ومستغربين من تصرفات المسنين ووقتها بيلاحظوا ان فيه علامة فرقة بتكاملة وبيفهموا انه واضح ان فيه حد يخضرها من غير ما تحس وبالليل بيكون جي بيقعد في قطه ومع اللعبة الورق اللي اخدها من جريتا وفي الوقت ده بيلاحظ ان المكتوب في الورق من جوه كلمة النجدة فبيقرر يتسحب ويروح لجريتا وبيستخبأ اول ما بيسمع صوت سينيثيا وجيمس بيقرب منه وبيستخبأ تحت سرير جريتا لحد ما بيمشو وبيطلع بعدها يبص على جريتا وفي اللحظة دي بيلايه وراء ودنها وشمع على شكل فراشة فبيتصدم ومش بيصدق اللي بيشوفه وبيفهم ان جريتا يا ليلي لكن بقت كبيرة في السنة وعجوزة وده اللي هو مش قادر يفهمه وفي الوقت ده بيدخل عليه جيمس وبيضربه والتاني يوم بتكون كاملة وميجا وبيكماك قاعدين بيأكلوا سوا وبيستغربوا وساعتها من غياب جي بي المفاجئ وبيكونوا شاكين ان حصلوا حاجة زي كريس فبيتفق معهم بيكماك على فكرة وبيروحوا المكتب ايدي وبيلاوا جيمس قاعد في المكتب فبيستنوا لحد ما بيخرج وبيدخل بيكماك وميجا للمكتب وبتفضل كاملة مستناهم بره عشان ترايب المكان ووقتها بيلاقي بيكماك وميجا رسومات لقالها شكلها غريب وما بيفهموش من الرسم اي حاجة وفي نفس الوقت ده بيرجع جيمس تاني للمكتب وبتحاول كاملة تمنعه ويدخل المكتب وتلهيف اي حاجة لكنها بتفشل وبيدخل جيمس المكتب وبتستخبى ميجا وبيكماك لحد ما جيمس يمشي وفي الوقت ده بيكون جيمس مربوطة على كرسي وجنبه شخصين وبيحاول يتكلم معهم عشان يفهم بيحصل فيهم ايه لكنه بيتصدم لما بيليه نص وشوم عجوز وكبير في السن وبنكتشف انه وش جيمس هو كمان زيهم ولما بيخرج بيكماك وميجا من المكتب بيروح بيكماك لكاملة وبيقول لها انه واضح ان المكان ده خاص للمسونيين والمتنورين لانه ما فهموش اي حاجة من الورق اللي شافوه وساعتها بينده جيمس على بيكماك وبيطلب منه يصلح فتحات التهوية وفي اللحظة دي بيهجم شخص مسن على سينيسيا وبيكون عايز يموتها فبيزوقوا بروس عشان يمنعهم فبيخبط المسن في السلم اللي واقف عليه بيكماك وبيوقعه على الارض فبيغم على بيكماك وقتها وفي الوقت ده بيشوف جي بي واحدة من العاملين في المكان وهي بتدخل رقم السر بتاع الباب عشان تفتحه وبيقدر انه يحرر نفسه من الكرسي وبيروح للباب بهدوء من غير ما حد يشوفه وبيدخل كلمة السر اللي شافها لكنه بيكتشف ان في حرف ناقص فبيفتكر ساعتها كلام المسنة لويزو اللي تهجمت عليه لما قالت له ان فيرجل هيحرره فبيكتشف ساعتها ان الحروف يقال كلمة فيرجل فبيتفتح الباب وقتها وفي اللحظة دي بيكتشف جيمس ان جي بي مش على كرسي وبيبلغ بروس فسنيسيا اللي حصل من خلال لسلكي وبيفضل جي بي ماشي في المكان وبيحاول يلاقي مخرج وساعتها بيلاقي نفسه قدامها الغريبة ومتعلق فيها بني قدمين متجمدين وميتين وبيتصدم وبيترعب لما بلال بني قدمين دول بيدخلوا للآلة وبيخرجوا منها لحمة مفرومة معمولة بيرجر مصنعة بأمان شديد وطعمه زي البورجر الطبيعي بالضبط فبيكمل جي بي طريقه عشان يهرب ووقتها بتشوفه ميجا وبتندع عليه واول ما بتقرب منه بتخضره وبيجي جيمس وبيمسك جي بي وبعدها بنشوف ايدي وهو قاعد مع المحافظ فين في مطعم البرجر بتاعه واللي بيكون متصنع من لحم البشر وبيكون عليه اقبال شديد من الناس وساعتها بيكون فين الآن ان حد يعرف سرهم لكن ايدي بيطامنه ان كل حاجة ماشية مظبوط والمهدئات بيدوها لكل الشباب في نفس الوقت فبيسألوا فين ساعتها عن الآلة فبيعرفوا ان الآلة بتنتج ضعف عدد اللحمة اللي محتاجينه خلال نص الوقت بس وبيرجع ايدي للمكان وبيعرف اللي حصل فبيعود مع جي بي وبيعرفوا ان ميجا جاسستو وبعد شوية بيسأل جي بي ميجا عن اخته فبتقولوا انها لسه عيشة شوية لانها لسه ما خدتش الهيرمونات المسؤولة عن تاليين العضلات عشان تجهز لمرحلة الفرم وان السبب لتحولهم لعواجيز هو ان محدش هيدور ورا شوية عواجيز مسنة بيخرفوا ومحدش هيهتم يسمعهم او يصدق كلامهم ومع الوقت الهيرمونات دي ممكن تسبب تشنجات قوية جدا بتكسر العظم زي ما حصل مع فيلبس وبتخليهم يموتوا في ساعتها وفي الوقت ده بتكون كاملة قاعدة في قضيتها وبتلاقي مفتاح جهاز المراقبة نازل من فتحة التهوية وبتسمع صوت بيجماك بيندع عليها فبتفرح انه لسه عيش وبتاخد المفتاح وبتحرر نفسها من جهاز المراقبة وبتخرج من قضيتها وبتحاول انها تهرب وبتروح للمكان اللي بيعودوا ياكلوا فيه كل يوم وبتكسر الشباك الازاز وبتكتشف ان وراء جهازت مراقبة زي ما قالهم كريس وفجأة بيهجم عليها جيمسي وبيمسكها وبعدها بنشوفها يا ونص وشاعة جوز وبيجي جي بيه وبيقعد معها وبيتفقوا سوا انهم لازم يهربوا وبعدها بيروح جي بيه لاخته ليلي وبيتكلم معه وبيعرفها نعرف كل حاجة بتحصل هنا وانه هيحارب ويعمل كل اللي فوسه عشان يخرجوا من المكان ده فبتعايت ساعتها ليلي وبتتأثر ولما بيوصل جيمسي وسنسيا وميجا بيكون معهم حقن الهيرمونات والمهدئات فبتهجم عليهم كاملة وبتوقع منهم الحقن وفجأة بيقوم كل المسنين اللي في المكان وبيهجموا عليهم وساعتها بيتحرك جي بي عشان يلاقي مكان يخرجوا منه لكن للأسف بيشوف بروسو بيمسكه وبيدخل معه جي بي في سراع قوي وفي الوقت ده بيكون بيجماج في فتحة التهوية وبيشوف جي بي فبينزل يساعده وبيهجم على بروسو بيقتله وبيروح ياخده كاملة وليلي وبيركبه الأسانسير معادة بيجماج اللي بيقرر يفضل مع المسنين ويساعدهم في قتل جيمس وثنسيا وميجا وبيوصل جي بيه لدور من الأدوار وبيطلب من ليلي وكاملة انهم يفضلوا في الأسانسير وما يتحركوش منه لحد ما يلاقي مخرج وهو ماشي ساعتها بيشوف كريسو وميتحاول لعجوز وفجأة بيهجم عليه ايدي وبيضربه وبياخده وبيحطه على المفرمة لكن في اللحظة دي بتوصل كاملة ومعها ليلة وبتضرب ايدي بعصاية على دماغه وبتروح لجي بيه وبتنقذه من المفرمة ووقتها ايدي بيقوم وبيضربها بكل قوته وبيمسك جي بيه وبيحاول يخنقه وساعتها الهيرمونات بتوصل كريس لمرحلة التشنجات والتحول العنيف فبتفتح له ليلي القفص عشان يهجم على ايدي وبالفعل بيهجم عليه وبيكسر له فكه وبيموته وبيوع ايدي على المفرمة وبيدخلها وبيتفرم وبيتحقوا اللحم والبيرجر زي ما كان بيعمل في الناس وبعدها بيخرج جي بي وليلي وكاملة من المكان وبيشوفهم بيجماك وبيكون معاه كل المسنين لكنه بيتصدم لما بيلوم هم التلاتة مش بيرد عليه وفجأة بيصحوا وبيخدوا جي بي وبيعرفونهم كانوا بيهزروا معاه فبيفرح جدا انهم لسه عايشين وبعدها بينتشر في الاخبار في ضيحة فين ويدي والمطعم والمنظمة وبيتشمع المطعم لكن للأسف بيكون فين هرب وما حدش عارف مكانه وبيقبودوا على المحامية اللي بنكتشف انها كانت جاسوسة على فين ويدي وبيشتغلوا العلماء في الأبحاث انهم يرجعوا المسنين لحالتهم الشبابية الطبيعية من تاني وبيتم الإفراج عن كل المهاجرين غير الشرعيين اللي أمر فين بالأبد عليهم الفيديو ده كتابته ألاق غازي وسجله محمد طاهر ده اللي هو أنا يعني ومنتجه كريم طاهر وما تنسوش تعملوا فلو صفحة فيلم في الخمسين عشان تتابعوا الملخصات الدرامية وفلو صفحة محمد طاهر عشان تتابعوا الملخصات الكوميدية وفلو صفحة هكونة متطة عشان تتابعوا الملخصات الأنمي والكارتون سلام